أعرف أمروان أني مش واكل معاك إن أنا جاي أفضل معاك ولا تكونش وحش تاني زي ما قلت لك على الباب أنا فعلا جاي لك في حاجة مهمة ومهمة قوي كمان اللي هي إيها اللي هي لبناء بلها وإيه اللي مالها أمروان أنت راجل فهم الدنيا ماشية إزاي كويس ما يصاحش حسن يطلق لبناء وبعدين أنت راجل سعيدي وليك كلمتك وبتفهم في الأصول إيه هي الأصول إن شاء الله الأصول إن حسن يرجع لبناء دي مهما كانت مراته يعني أنت جاي تهدي النفوس وتلب الشام دي مش الدين؟ أو اللهي وحياة دي النعمة يا شيخ أنا هكذب عليك طبعا أنت سيد العارفين إن الست مالهاش غير بيت جزء وأنا عارف إن لبناء غلطت وتستاهل ضرب الجزمة كمان وأنا لو ما كان حسن أضربها بالنار بس هنعمل إيه؟ أنت عارف الستات وعمالهم ناقصات عاق أنا آسف جدا طبعا أستي زينب بالكلام ده للستات النقصة لكن إيه تست كاملة ما شاء الله عليكي لبناء رأيها إيه؟ لبناء ملاش رأي اللي أنا هقول عليه هيمشي وبعدين لبناء لو غلطت تاني أنا هديها بالجزمة وممكن هضربها بالنار لأن أنا لو ما كان حسن هقتلها أنا بقولك الصراحة وأنا جاي لك هو بقدم لك اللي في إيدي وأقولك إن إحنا غلطانين هأ أما يردك وريم؟ ريم دي زى العسل وأنا أقولك عليها تأكتر حتعرفها وأنا ما عنديش مهنة يا عام بس بالأول و بالآخر الرأي الحسن تمام يا وي يبقى أنا أستنى ردكم كمي؟ الحسن بالفطير لحد كده زال فيه اللي عم روان تمام يا وي والشاي كمان الشاي إن شاء الله هنشربه في شقة حسن ولبناء سلام عليكم سيد وصل عادل باشا مروان إزاي كلام ده؟ يعني ما عندكش مانع إن حسن يرجع البنت دي معقولة؟ زينب أنت فكرة إن عادل جاي عشان موضوع لبناء؟ لا عادل جاي عشان يعرف أنا ماه ولا عادل لا يهمه لبناء ولا ريام ولا يحد في الدنيا غير وهو وبس كويس إنك جيتي وإيه اللي هيخليني مجير؟ يعني أنا قلتها تهرب أهرب من إيه؟ إيه اللي خلاكي تبعتيلي؟ عايزة أعرف إيه اللي جاي تقصدي إيه؟ بصراحة كده أنا عرفت من القضية دي ما فيهاش براقة وإنها لبساني لبساني مين اللي قالك الكلام ده؟ أهو عرفت وخلاص ده مش حقيقي طيب يا ستة لبناء ما تفهميني كده وترسيني؟ خليني على نور بدل ما نعمل زي البهيمة المطلوجة اللي عمالة تلف حوالي النفسة هو مش عارفة فيه إيه؟ هتغيري أقوالك إزاي يعني؟ هتقولي إن أنت ما قتلتش ولا أي حاجة وإن ساعد جريمة القتل دي أنت كنت في مكان تاني وأنا هبقى أقولك علي لا بالراحة كده وفهميني واحدة واحدة هنقولي إن كريمة زغللت عينك بالفلبوس وإنها وعدتك إنها مش هتسيبك لو لبستي الليلة مكانها وإن أخرة القضية دي يعني سنتين تلاتة على فكرة المحامي كان جاي الأسبوع دي يفهمك كل ده بس أنت اللي استعجلت ها طمينيني كريمة عاملة إيه؟ أهي مرزوعة ولا عيشة ولا ميتة يعني أنا اسمح أخبار كويسة؟ بعد الحكم تاني معلش أنا مش هاشتري سمك في مي؟ يا مرحب يا مرحب أهلا وسهلا إيه النور دا كله؟ فضل فضل محش تاني تسدك بالله لا إله إلا الله أنا كنت لسه هكلمك كذب أنت لكت هتكلمني ولا كنت أسمع صوتك أنت زي تسال على نعيمة؟ لا 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 نعيمة إلا جسل عليها أنا جايلك إنت وعاشتك إياك لا أنا جايلك علشان نتفق نتفق على إيه؟ اللي أنت قطعت على الطريق واخدته؟ أنا قطعت الطريق؟ واخده؟ إيه اللي بتقوله دا؟ أنا هنقطع الطريق؟ لا سمح الله على ميني يعني؟ مراوان كلا أعوز الأمور تمشي زي السكينة في الجتو والسكة والقرايحة بيني وبينك أنا ما عنديش مانع وصلني أوصلك؟ وصلني الناس اللي برا ومين معهم هنا الجوا بيحركهم واخد بالك أنا لو خدت اللي عندك مش هتطلع من البلدي حي ليه بس؟ كناسي أنت دخلت مرات السجن؟ وأنا كنت أعرف أن أمراتك يا كبير؟ أنا ما سمعتش ردك على السؤال أيها بس أنت هتستفيد إيه؟ أنا شايف يعني أنك ما تعرفش أحسن المهم أن المصلحة تمشي أنا أحب أشتغل في النور كل حاجة تبقى قدامي زي عين الشمس بس خلي بالك الطلب ده ممكن يخلي الناس اللي برا تاخد منك موقف وحش هاوي قلهم أنت بس وكل حاجة هضوب جزاء العسل طب قل لي ليه عندك؟ كلم حسن أصل حسن هو بتاع ترتيب النسب داي الحاجات الصغيرة داي أنا بسيبها له يا واه فين حاجة المعسن؟ أصل هو الدباجة ما بيفهم شي دايماً بيتأخر تصدق بياخد 300 جنيه عشان يجيب لي حاجة المعسن ييه؟ مش عايز تقول حاجة النعيمة ولا ييه؟ متشكل أمرون بيه ييه؟ موسيقى الله بتاعي أنا عيمة فيه زيارة عشانك مين؟ عامل إيه أنا عيمة؟ وحشتيني قلت أجي تطمن عليكي تي عاوزة مني ايه؟ عاوز منك يا ست البنات أنا بس قلت أجيسأل عليكي محتاجة حاجة كويسة ولا لأ؟ ماضي يا نعيم راحة فين؟ بقى أنا جاي أعد معيك وأشوفك سبيني وتمشي كده؟ من غير لفو دا ورا عاوزة مني ايه؟ طبعا أنا مبلفش وادور يعني أنا مثلاً هكون عايزة منك ايه؟ هموديك مثلاً؟ أنا مش عايزة روحكي انتي أنا عايزة روحي ابنك خد حقك مني زي ما انت عايزة إنما ابني لأ، انتش فاهمة؟ وأنا ابني كان إيه؟ لو قربت ابن ابني يا ريتال هقتلك فاهمة يعني إيه هقتلك؟ لما نشوف طول الوقت من وانا صغيرة باسمع كلامي خليني مرفعش سماعة التليفون حتى على عمي ولا على امراته ولا ولاده ولا اي حد من قريبه حتى خالي الرجالة فعلتنا يا عزة لما بتختلف مع بعض ما حدش بيعمل حساب التاني كله بيفكر ياخد حقه بس عارف دا؟ سبب لي مشكلة كبيرة أولا ما اتبرت عارف إيه هي؟ إيه؟ ماما كانت دايما تقول إن فيه مشاكل في العيلة وإن الناس دايما بتتخاني وما حدش بيزور حد وشايفة إن كل المشاكل دي بقى سببها جابري أقولك على حاجة وما تستغربيش اوه؟ أنا كمان عمر ما كانت العلاقات عندي في العيلة كويسة بس أنا بابا كان عنيد كان دايما يتخاني مع ماما عشان خاطر عمي وولاد عمي